بعد إشرافه على تنفيذ تمرين البياني بالرمايات الحقيقية عصفة 2017 خصص الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية لتفقد وتفتيش بعض وحدات الناحية في البداية ورفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية زار الفريق مدرسة أشوالي الأمة بوهران وبعدها قام الفريق بتفقد مشروع إنجاز المقر الجديد للمحكمة العسكرية والمؤسسة العسكرية للوقاية وعادة التربية بولاية وهران حيث طاف بمختلف مرافقها وقدمت له شروحات وافية حول هاتين المؤسستين وبالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير تفقد السفينة قادفة السواريخ صالح رايس رقم المتن 802 التي تم تحديثها وعصرنتها بتجهيزات عالية التقنية وتسليح متطور والتي ستتعزز بها القوات البحرية